تحياتي للجامعة معكم سامر من أراكيك مبارك لكل الطلاب الذين نجحل الثانوي العامي ويجهزوا حالياً للانتقال لمرحلة الدراسة الجامعية وحالياً هنا بمرحلة اختيار تخصص الجامع المناسب نحن بأراكيك ساعدنا الطلاب من خلال إنشاء هذه التخصصات الجامعية لنساعدهم باختيار التخصص الجامع المناسب وغطينا أكثر من 50 تخصص جامع مختلف رابط الدليل سيكون موجود أسفل الفيديو ضمن خانة الوصف بالإضافة للسلسلة من الفيديوهات عندما ننشره على قناتنا على يوتيوب فاتأكدوا وتشتركوا بالقناة وتعالى زر التنبيهات لحتى تحصلوا على الفيديوهات الجديدة أول بأول بهذا الفيديو رح نحكي عن تخصص الكيمياء اللي يعتبر من أقسام كلية العلوم بمختلف الجامعات واللي يتميز بأهميته الكبيرة كونه يشمل مجالات متنوعة مختلفة يهتمع من الكيمياء بشكل أساسي بدراسة العناصر والمركبات الطبيعية الحية وغير الحية على الكوكب الأرض وتم تقسيمه إلى أربع أقسام رئيسية كيمياء العضوية كيمياء الغير عضوية كيمياء الفيزيائي والكيمياء التحليلية اللي بتختلف بين بعضها بالمواد المدروسة وطريقة دراستها فباقتصار عن الكيمياء تطبيقات واسعة وموجودة بكل شيء حول الإنسان وبأي شيء يستخدمه يمنح تخصص شهادة جامعية بعلم الكيمياء بعد انتهاء من السنوات الدراسية بحاسب خطة كل جامعة حيث تجز السنوات الدراسية على المقرارة التارفية بمفهوم الكيمياء العامي وربطه بالعلوم الأخرى مثل الفيزياء والرياضيات دون التعمق باختصاصاتها ويقسم الفرع دراسيا إلى ثلاث اختصاصات أول تخصص هو الكيمياء الحيوي اللي بيهتم بدراسة العمليات الحيوية الخاصة بجسم الإنسان وعلم المراتي بالإضافة إلى دراسة التفاعلات الكيميائية المحيطة بالكائن الحي وجسم الإنسان ثاني تخصص هو الكيمياء التطبيقية واللي بيعتمد على التعمق بدراسة الصناعات بمختلف مجالاتها ويعتمد بشكل رئيسي على القسم العاملة وآخر تخصص هو الكيمياء التعليمية اللي بيهتم بدراسة علم الكيمياء بشكل عام بكافة أقسامه وجوانبه وبجميع السنوات الدراسية بيكون التعلم من خلال قسمين قسم النظر الخاص بالمواد والمعلومات النظرية ضمن كل مقرر بالإضافة إلى القسم العاملة اللي بيعتمد على تجارب مختلفة ضمن مخابر مختصة طيل السنوات الدراسية لماذا عليك اختيار هذا التخصص؟ يهدف هذا التخصص إلى تزويد الطالب بالمعرفة الضرورية لأساسيات علم الكيمياء سواء من الناحية النظرية أو الناحية العملية المخبارية من خلال هذا التخصص يتم دفع الطالب البحث في مناطق بحثية معينة تمكنه من اكتساب خبرة كاملة عنها يحمل هذا التخصص الكثير من الفرص للتعمق بعلم الكيمياء ومجالاته بحث يكون له الطالب الرياضي في تطوير نواحي جديدة في هذا المجال الواسع الكيمياء علم أساسي وهام جدا في كل مجالات الحياة فلا غنى للإبحاث الطبية عن الكيميائيين ولا تقوم الصناعات إلا من خلال التفاعلات الكيميائية مجالات العمل المتاحة بعد التخرج خرج الحاصل على إجازة جامعية في الكيمياء رح يكون أمامه مجموعة من الفرص المختلفة سواء بالقطاع العام أو بالخاص ضمن الإختصاصات الثلاثة السابقة وكل إختصاص له أولوية للعمل ضمن فرص معينة فبالنسبة لإختصاص الكيمياء التعليمي رح تكون فرص العمل مركزة بشكل أساسي على تدريس مادة الكيمياء بالمدارس العامي أو المدارس الخاصة بالمراحل العمرية المختلفة كمان الخريج رح يكون له فرصة بالعمل بالمجال الصناعي أو المخبري أو الطبي ولكن فرص قبوله رح تكون أقل من باقي الإختصاص أما إختصاص الكيمياء التطبيقية فرح يكون له فرصة كبيرة بالعمل ضمن مجالات الصناعة مثل مصانع الأدوية المنظفات للعطور مشروبات الغازية وغيرها من الأمور وبالنسبة للإختصاص الثالث واللي هو الكيمياء الحيوية ففرص العمل رح تكون مركزة بشكل كبير بمجال الطبي مثل مخابر التحاليل الطبي الصيدلي ومجالات معالج تلمية وبالرغم من تقسيم فرص العمل بحسب الإختصاص فإن خريج الكيمياء بغض النظر عن إختصاصه رح يكون له فرصة بالعمل ضمن أي من الأقصام السابقة في حال توفرت الفرصة وتم قبوله فيها مجالات الدراسة العليا الدراسات العليا تعتمد على مناهج ذات طابع تطبيقيا وتعتمد أيضا على تغطيق كل الاتجاهات العلمية الأكاديمية والممارسات التطبيقية لهذا العلم تعلم استخدام التقنيات الحديثي في البحث والتحليل وتساعد مناهجها الكيميائي على تنمية قدرته في تظيف الأسلوب العلمي في التفكير وتكسبه القدرة على تطبيق المعلومات العلمية في المجالات الصناعية وبذلك المساهمة في التطوير الصناعي من خلال المهارات التي يكتسبها للدراسات العليا أهداف عديدة بمختلف الجامعات منها إعداد هيئة تدريس متخصصة في فروع قسم الكيمياء المختلفة بحيث تكون مؤهلة للتدريس سواء كانت شهادة ماجستير أو دكتوراه تمنح الكيميائي فرص ابتكار علمي وتوجهه لمعالجة المشاكل المطروحة من خلال ارتكازه على البحث العلمي في الكيمياء وأيضا تساهم في تطوير الصناعات وذلك بتوثيق العلاقة بين البحث العلمي في الجامع والمجال التطبيق الصناعي هذا كان كل شيء عن تخصص الكيمياء لذلك أتمنى كل التوفيق للطلاب باختيارا للتخصص الجامعي المناسب لا تنسوا تشتركه بخناتنا وتفعلوا زر التنبيهات لحتى تصل على الفيديوهات الجديدة أول بأول كما معكم سامر إلى اللقاء